السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف التاسع حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية واليوم الجزء الثاني من تفسير وشرح حديث جريب من عبد الله البجلي السنة الحسنة والسنة السيئة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء جرير بن عبد الله البجلي نعيد مرة أخرى أسلم في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا محدثا وعالما بأمور الدين سماه عمر بن الخطاب قلنا يوسف هذه الأمة لوسامته وتوفي سنة 51 للهجرة سبب وريد هذا الحديث قد جاء قوم من مضر للمدينة فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى ما لهم من الفاقة فدخل ثم خرج ثم أمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع برة من صاع تمرة حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ثم تتابع الناس حتى جمعوا كومين من الطعام والثياب فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا فذكر الحديث هذا ما ورد بسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث يتناول الحديث سبحان الله مسألتين وهما السنة الحسنة والحث عليها والسنة السيئة والتحذير منها نأتي إلى موضوع السنة الحسنة في بداية ما ذكرنا سبب ورد الحديث أنه أول شيء السنة الحسنة كل عمل أو طريقة ترضي الله تعالى يتبعها الناس ومنها ما جاء في مناسبة هذا الحديث كما قلنا مناسبة هذا الحديث أنه جاء قوم من بني مضر وكان بائن عليهم الفقر فأراد نبي صلى الله عليه وسلم أن يساعدهم بجعل كل الموجودين أنهم يتصدقوا ويعينونهم ولو بالشيء البسيط حتى يستطيعوا أن يتابعوا أمرهم ومسيرتهم في الحياة ثم تبعه الصحابة نعم الآن بادر الصحابة بالابتداء بالخيرات وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله ثم تبعه الصحابة والفضل للبادئ بالخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم الآن إحياء السنن التي نسيها الناس وأتهاونوا فيها مثال عليها التبرع ببناء المدارس تبرع ببناء دور الأيتام والمستشفيات غير ذلك مما فيه منفع للأفراد والمجتمع فهي سنة حسنة أما السنة السيئة هي كل فعل يخالف ما جاء به الإسلام ومن جاء بها يستحق إثمهما وإثم من تبعها بها لأنه ابتدعها وسهل على مرتكبها يقول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الآن أمثلة على السنة السيئة إطلاق العيرات النارية في الأفراح مبالغة في الإنفاق في الحفلات والمناسبات ومواكب التخرج التي تغلق الطرقات ما يدعو إليه الحديث يحث الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل الخير والدعوة إليه وأن يفكر الإنسان في وسائل جديدة في فعل الخير الآن أريد منكم أن تكتبوا موضوع أو تعطيني أمثلة من عندك على سنة حسنة وسنة سيئة وتحاولوا أن تجعلوا من أنفسكم مشروع لسنة حسنة يعني أذكر قبل فترة رأيت بالتلفاز أن بعض المناطق في الأردن عاملين تلاجات وهذه تلاجات محطوطة عبر الطرقات ويوضع فيه الطعام لمساعدة المحتاجين فإذا أتى المحتاج أخذ من هذه الأطعمة وهذه موجودة الآن الحمد لله في الأردن وهو مشروع يدل على سنة حسنة فكر أنت كيف تجعل لك سنة حسنة يفعلها غيرك من بعدك ويستفيد منها الجميع سأرى اختراحاتكم إن شاء الله في حصة زوم دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر